اشتركوا في القناة موسيقى 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 دول دايما مقتننين ببعض الله ورسوله ممكن تلاقيها في القرآن بتاح أكثر من 40 مرة دايما هم مع بعض أطيعوا الله والرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الله والرسول خمس مرات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أغناهم الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله قدى الله ورسوله هم تلاقيهم بيعودوا يعملوا يعني استشارات مع بعضه كده ناخد القرار الزي يترى كمحمد في الموضوع دون يقول له والله أنا شايف أن الموضوع قال له بس يعني مش ممكن يكون قال له يعني أنا رأيي كذا وكذا وبعدني يروحوا متخزيني القرار وبعدني يقول له إيه قدى الله ورسوله أمرا ونتيج الحكاية هتلاقي في الآخر حاجة بسيطة أوية ما هو في الآية اللي قلتها هم قدوا أنه زينب تتزوج في الزواج الأولاني طبعا مصيبة في الزواج الثاني في الزواج الأولاني قدى الله ورسوله طب إيه رأيك في دية دايما الله ورسوله دايما الله ورسوله أغناهم والله ورسوله ورسوله من فضل في التوبة دي 74 وَأَنَّمَا أغَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُ دي من الكوارث بقى دي من الكوارث إنهو لما يبقى محمد عايز حاجة ربنا فيها انا عايز الخمس مش ليه مش ليه اول حاجة لله طبعا لما اللي بيقسموا معاهم هو الله بياخد حاجة من خمس من الغنام ياخد ازاي وفيه النكتة اللي هو بيقولك الرجل اللي كان يعني يجمعه فلوس فقولك ده ليه وده ربنا فالرجل عايز يتخلص من الازمة دي فهو رح مسك الفلوس والله انا هعمل قسمة احسن انا حبعت لربنا الفلوس كلها لفوق للسماء كده اللي يسقط منها ليه يبقى بتاعي لانه ادهولي رجعهولي هو رجعهولي فاروح حدي في الدراهم لفوق كده كل اللي يسقط هو محمد كده لله مش شايف انه الله مضحوك عليه في القرآن يعني مستخدم مستغل انا متخيل ربنا يوم القيامة وهو مزعلان وقعد كده انا حسس ان نستغل ليد يعني ما هو مش مستغل في عالم داعش عالم داعش مكتوب عليه حاجة لزيزة قوي يعني هو مكتوب محمد رسول الله بس مكتوبة بالترتيب الغلط مكتوبة كده الله رسول محمد انت لو خدت بلك من القرآن حتلاقي حيانا كثيرة ان الله هو فعلا رسول محمد محمد عايز ده الله يجيبه له الله محمد حاجة واحدة اي حاجة لازم يقترن بك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايه الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه الله ورسوله قعدين بيصلوا عليه ازاي يعني انا نفسي اتعلم يعني زيهم ما انت عارف القصة يعني بيفسروها كل التفسيرات انا لما حد يجي اقول لي صلى على النبي اقول لي صلى عليه ازاي يسكت ما اعرفش اقول صلى الله عليه وسلم لا ما اقولش انت بتقول صلى على النبي ما قلتش اقول اضع للنبي ام انت بتقول صلى عليه ازاي يعني كم ركعة مثلا اه اه اقول ما يقول لك الله ورسوله اعلم اه ده دي جميلة دي الله ورسوله اعلم عارف احنا في المغرب عندنا نكتة انه واحد شويش سألوه قالوا له بتقبض كام قالوا انه القيد مئة الف اه يعني هو رتبة كبيرة وهو الشويش ولا حاجة فهو بياخد مليم والتاني بياخد مئة الف قالوا انه القيد فالله ورسوله اعلم ربنا بكل جلاله وعظمته يعني المفروض انه يعلم كل شي ومحمد دخل معاه بالمليم بقى ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والرسول يعني بتحس انه بص انا اجيبها لك من الاخير كده المسلمون يقولون نحن لا نشرك بالله احدا انا شايف انه عمل التالي شالوا اصنم قرش حطوا بدلهم صنم كبير اسمه محمد والشهادة اللي هي اكبر حاجة بتدخلك الاسلام هي اكبر دليل عليك كده انك ما تعرفش تؤمن بالله لوحده ما تعرفش تقول اشهد ان لا اله الا الله بس لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله لازم يشويش وان محمد رسول الله يبقى انت كده كامل ايمانك لكن اشهد ان الله اله الا الله لوحده ما تلا تكفي احنا لازم نكمل في موضوع ده على فكرة ده موضوع مهم هو اقتران محمد بالله والنقطة اللي انت قلتها دي بقى ان هو محمد يستغل الله لتحقيق رغباته ايه رأيك نكمل فيها ماشي طيب يشرب شاي عشان تخدم النطيح او المتردية انا عايز في الغدنة ورمضان دلواتي انا عايز اكل متردية كفتة يعني الله يخليك متردية من شواهق الجبال وانتو يعني خليكم كده احنا ينين وشاركونا في بطل ابتزاز البشر بقى كفاية خلاص متكلم عن استخدام انا تعبت يعني بطل استخدام الناس خلاص بلاش انا كنت عايز يعطيهم اليوم متردية اصل اللايك دي حاجة كده ايه بين المرء واللابتوب بتاعه عايز يعقول اللايك هو ونفسه كده انت بتجبر الناس لا لا خلاص لا اكرهها في اللايك لا اكرهها في اللايك خلاص لا اكرهها في اللايك مع السلامة